رائد لو تضعنا بالمشهد في هذه الأثناء في هذه الأثناء وصلت جنازة جثمان الشهيد محمد أحمد غنيم إلى مقبرة الشهداء كما تحدثنا كاترين قبل قليل بأنه كانوا في المسجد وأدوا صلاة الجنازة وبعد أن ذهبوا إلى بيته لإلقاء نظرة الوداع الآن في هذه الأثناء تصل جنازة الشهيد محمد غنيم الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مقبرة الشهداء لمنوارات الثرى وسط غضب من قبل الناس والفلسطينيين وكذلك المسلحين الذين اشتاقوا إليهم قبل قليل يطلقون الرصاص الحي في مناطق مختلفة وبالتالي كحالة من الغضب الآن على الهواء مباشرة هذا هو جثمان الشهيد محمول على الأكوف وهو في طريقه إلى مقبرة الشهداء وسط كبيرة من الناس هم يدخلون الآن به إلى مقبرة الشهداء وسط رفع طبعا الريات الفلسطينية لحماس والجهاد الإسلامي وفتح والجبهة الشعبية وبتالي دقائق قليلة سيصل إلى المقبرة ووصل ولكن سيدخلون به ووضح تماما حالة الغضب التي تسيطر على الموقف كنا قد تحدثنا الصورة معكم وأمامكم وننقلها على الهواء مباشرة لهذه الجنازة الغفيرة التي يشارك فيها أعداد كبيرة من الناس خاصة وأن القوى الوطنية وكذلك لجنة التنسيق الفصائل في بيت الأحم أعلنت الإضراب الشامل ليس فقط في بلدة الخضر وإنما في مدينة بيت الأحم بشكل كامل في المحافظة وهذا احتجاجا وكذلك إضرابا وحدادا على روح الشهيد محمد غنيم الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي دعا أنه حاول أو ألقى زجاجات حارقة باتجاه جنود الاحتلال أو المستوطنين أو المنطقة القريبة من الشوارع الالتفافية في هذه الأثناء وصلوا إلى مقبرة الشهداء بالفعل ودخلوا بالشهيد ولكن ربما تحدث مواجهات بعد الانتهاء من عملية التشييع سواء في المنطقة القريبة من الشارع الالتفافي عند ما يعرف بمفترق حسان وبتير وكذلك الخضر أو ربما تحدث مواجهات عند منطقة النشاش مثلا أو في نفس مدينة بيت الأحم عند المدخل الشمالي الآن ستكون الصورة معكم لهؤلاء المشيعين الذين اقتربوا من مقبرة الشهداء وهم في طريقهم إلى المقبرة ليدخلوا بالشهيد محمد الذي كما ذكرت زف على الأكتاف وحمل على الأكف وهو الآن في طريقه إلى مقبرة الشهداء في لحظة وداع أخيرة في لحظة وداع قاسية ومؤثرة خاصة لعائلته ووالدته التي أصرت أن تلحق به وأن تشارك في تشيع جثمان نجلها حيث نزلت من بيتها بعد ابنها الذي تقدمها وبعد ذلك طبعا لحقت بابنها هذه مطالبات من قبل المشاركين الفلسطينيين الفصائل الفلسطينية بالتدخل وردع الاحتلال الإسرائيلي بجرائمها أبرز ما يتم الهتاف به أو ما رددوه يطالبون غزة بالانتقام للفصائل أو عفوا بالانتقام للشهداء الفلسطينيين هنا في الضفة الغربية مشهد غير غريب في الضفة الغربية في القدس غزة التي دائما من خلال متابعتنا لمثل كل هذه الأحداث التي يحدث شواء في الشيخ جراح في الضفة الغربية تكون هناك كلمة لغزة ولكن هذه مسألة سياسية عسكرية وهي مسألة خاصة بالفصائل الفلسطينية وكذلك السياسة تلعب دورا كبيرا بهذا الموضوع لكن كما هو واضح كاترين هناك تغول واضح في عملية استهداف الفلسطينيين وإطلاق الرصاص عليهم عندما نتحدث عن أربعة شهداء في غضون 24 ساعة في الخليل وفي بيت لحم وفي جنين شهيدتان في الخليل وفي بيت لحم نتحدث عن نسوة وإحداهما كبيرة في السن كان يمكن السيطرة عليها ولكن على ما يبدو هناك تعليمات واضحة من قبل نفتالي بينت من قبل غانتس بأن العمليات القتل والتصفية بالنسبة للفلسطينيين أقتلوا أطلقوا الرصاص هناك ضوء أخضر معكم هذا بالنسبة للجيش أكبر حادثة وأكبر دليل على ذلك ما جرى في منطقة عسقلان عندما حاول أحد اليهود خطف سلاح من مجندة جاء قائد في جيش الاحتلال الإسرائيلي وأرداه قتيلا وقالوا قتلنا فلسطينيا بعد عمليات الفحص والتحقيق تبين أن من أطلقوا عليه الرصاص هو يهودي أي أنهم أصيبوا بحالة من الفوضى والهستيريا والذعر والتخبط جراء ما جرى في داخل الخط الأخضر أكبر شيء وما يتم الحديث عنه هو ما جرى في منطقة يافا وفي منطقة تل أبيب في شارع ديزنغوف عندما تمكن رعد حازم من تنفيذ العملية وبعد ذلك سار خمسة كيلومتر على الأقدام باتجاه منطقة يافا وبعد ثماني ساعات عثر عليه واشتبك معهم مرة أخرى هذا أربك كيانهم وأربك كذلك منظومتهم يعني سواء الاستخباراتية أو حتى السياسية وربما يطيح بنفتالي بينت وهم يطالبون بعودة بن يمين نيتنياهو إلى السدة الحكم ونتحدث عن اليمين المتطرف كذلك ويمين بن يمين نيتنياهو وكذلك من معه وإتمار بن كفير يحرضون في كل مكان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر